بسم الله الرحمن الرحيم التقسيم والتقعيد للقول المفيد باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك حتى في الألفاظ الدليلان الأول والثاني عن عبد الله بن الشخير قال انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا فقال السيد الله تبارك وتعالى قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان رواه أبو داود بسند جيد وعن أنس أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم وَلَا يَسْتَهْوِيَنَّكُمُ الْشَيْطَانِ أنا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل رواه النسائي بسند جيد السيد الله السيد اسم من أسماء الله وهو من معاني الصمد نهاهم أن يستجريهم الشيطان فيترقوا من السيادة الخاصة إلى العامة المطلقة التي لله ولا يستجرينكم أي لا يستميلنكم إلى أن تقولوا قولا منكرا فأرشدهم إلى ما ينبغي أن يفعل ونهاهم عن الذي لا ينبغي حماية للتوحيد من النقص والنقب يا خيرنا نسبا ومقاما وحالا وابن خيرنا في النسب لا في المقام والحال ولا يستهوينكم أي لا يستميلنكم الشيطان فتهووه وتتبعوا طرقه حتى تبلغوا الغلو المسائل الأولى تحذير الناس من الغلو الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا يقول السيد الله وعليه فلا يجوز تسويد الفاسق والمنافق والكافر ذكرا كان أو أنثى الثالثة قوله لا يستجرينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق الرابعة قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي وهي العبودية والرسالة التقسيم والتقعيد للقول المفيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر